من ساعة ما عملته بالطريقة ديت وانا سهلت علي حاجات كتير جدا من غير زبدة ومن غير سكر بودرة ومن غير لمن كمان ومن غير مكنة ولا اي حاجة هتقوم تعملي اسرع بدفور سهل وسريع وطعمه حلو جدا وبيدوف البق وكمان التشكيل بطاعتك امتي حابة تخلي سادة حابة تحطي مربق او شوكولاتة براحتك خالص تعالي نشوف عملنا ازاي بابسط الطريقة بكل حاجة موجودة عندنا في البيت ومش مكلف نهائي هنسمي الله ونصلى على الرسول علي افضل الصلاة والسلام اول حاجة معي بيضة بدرجة حرارة المطبخ حطيت عليها معلقة صغيرة من الفانيليا وحطيت معلقة صغيرة من الخل الابيض وانزلت بكوباية سكر عادية خالص مش مطحونة ولا اي حاجة وممكن كمان تقليليها تبقى كوباية لربع لو انت مش بتحب الحاجة مسكر كوباية سكر بدأت اللي انا ادوب كله مع بعضه بالشكل ده لحد ما السكر كده يبدأ اللي هو يدوب معي معي بقى كوباية السمنة والسمنة هنا يعني ممكن نقول عليها كانت محطوطة في التلاجة ولسه مطلعوها بقالي شوية يعني بدرجة حرارة المطبخ كده والجو ساعة فمش عايزينها سايحة خالص ومش عايزينها من الفريزر عايزينها من التلاج هتبدأ اللي انت تضربي فيها شوية اكتر لحد ما تبقى بالشكل ده بيني وبيني كده انا عملتها بالمضرب الكهرباء لان هي بتاخد وقت شوية بالمضرب اليدوي تمام كده تمام بقت معي في الكوام اللي انت لسه شايفيه بعد كده حضرت معي كوبايتين من الدقيق حطيت عليهم معلقة صغيرة مليانة من البيكينباودر وبعد كده رشيت عليهم رشة ملحة بسيطة وهبدأ بقى لان اقلب الكلام ده كله مع بعضه انا مش هاعجن لان البيدفور ما بتعجنش البيدفور يا دوب انت بس بتقلي به كده زي البسكوت طبعا المقادير مكتوبة قدامك على الشاشة تقدر يتغذيها سكرينشوت علشان خاطر الناس اللي بتسأل على المقادير معي بقى انا ايه الكوبايتين دي انا مزودتش حاجة حطيت الاول كوباية الربع والربع كوباية بدأت اللي انا احطها كده لو احتاجت العجنة تلمت معي بالشكل دوت بتلزق سيكا ودوت المطلوب مش عايزينها نشفة وصلبة كده معاك لا احنا عايزينها طرية ونعمة وطبعا هتديكي نتيجة كويسة من غير ما كان بقى خالص وتقدر يتعاملي بقى احلى شوية بديفور تشكليهم باديكي هتجيبيه القمع دوت من اي محل بيبيع ادوات منزلية وطبعا مش فاكرة سعره كام تقريبا معداشه لعشرة جنيه وتقدر اللي انت تشكلي بيه بالشكل ده معندي كيش ومش عارفة جيبيه منين غطأ زيزة كده بحرف السكينة وعملي فيه اربع فتحات وهيبقى معاك كتابين في الوقت دوت بقى حب اقولك برضو على الكيس الحلواني دوت لان اتسألت عليه كتير جدا كيس الحلواني دوت متعدد الاستخدامات يعني تستخدميه بعد كل مرة تخسليه وترجعي تستخدمي تاني في البيديفور في البسكاويت في بلح الشام في حاجات كتيرة قوي تقدري اللي انت تستخدمي تقريبا سعره 50 جنيه انا مش فاكر قوي بس هو تقريبا 50 جنيه في المقاس الزغير وفي المقاس الوسط وفي المقاس الكبير انا بجيب الوسط عشان خطر بس متبقاش العجينة تقيلة على قدية هنا بقى كنت خلاص شكلت العجين كلها طبعا انت ما بتسيبهاش تخمر ولا تريح ولا اي حاجة بتشكليه على طول وبعد ما بتخلصي تشكيل بتدخليها الفرن على درجة حرارة هادية مش عالية قوي يعني 150 بس الفرن وليع قابليها كده بخمس دقيق على الرف الوسطاني وما بتشغليش الشوية هي يدو بتحمرت من تحت بقت معانا تمام اول ما بيخرج من الفرن بتسيبه كده على رخامة المطبخ يهده شوية وبعد كده بقى في كيس حلواني كده او كيس بلاستيك من بتاع التلاجة وبتروحي جايبة المربة دي مربة فراولة عادية خالص بس انا ضربها بالمعلقة يعني خليها كريمية وبعملها بقى بالشكل دوت كده قدية بتبقى طعمها حلوة قوية تقدري تستبدل الفراولة باي نوع فراولة انت تحبيه او لو عايزها سيدة بتبقى جميلة قوي او ممكن شوكولة وطلية انت تحبيه لدينا كوب بيت سكر وبضايا والموضوع هيبقى جميل وزي العسل هسيبلك بقى لينك تطبيق حلوة جدا عبارة عن وصفات حلو وحادق وسهلة وسريعة وكمان ما بتاخدش وقت خالص والتطبيق بيشتغل من غير نت نهائي وتحميله من غير فلوس هسيبلك لينك التطبيق في اول كومنت مسبت ما تنسيش تحمليه وتقولي لي رأيك في ايه لان هيعجبك ان شاء الله وتعملي بقى طريقة البيديفور دي علشان خاطر سهلة وسريعة وتنفع في الفطر وفي العشو وتجوي الساعد اللي احنا في دوت محتاج اكل كثير بحبكم في الله